السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي فيديو جديد واقتراح جديد اليوم اجدتكم بالدنجال مشرم على هذه الطريقة يجي واحد دنجال رائع بها الطريقة لا تشوفوا معي ان شاء الله في الفيديو تنتمنى ان شاء الله تجربوها يجي واحد الدنجال الديد بزاف يشرمو لبنينا بزاف هكذا ترافقوه المشاوي ديلكم يصلح لنا بقوة فاد عيد الأضحى اضعوها كمعة طيبات وكذلك مع الطاجين فرا تيجي الديد بزاف وحتى الناس اللي ما كانوا يزعموا على الدنجال فبهات طريقة انا اكيد اعجبكم ان شاء الله انا ايا عندي الدنجال حسب الحاجة اختمت بربعات الحبات كما تشوفوا حجم التوسط نكون هكا حيت لهم ذاك الشوكري تكون فيهم نجرتهم شي شوية وتنحتفظوا بهذاك الفوق ديالهم باش يبقى لنا الدنجال شاد فرا ما نحيدوش لهذاك هذاك الفوق دياله هذاك تربوش دياله ضروري باش يبقى لنا هذه الدنجالة بعد ما تكونوا هكا سلقناها كذلك تعطينا من يدر الزوين في الحطة ونقطعوه على هاته طريقة نقطعوه على النصف كذلك نعودو نقطعوه تقطيع اخرى هكا من الوسط كيما تتشوفوا معي يكون شي موضح في الفيديو فضروري ما نوصلوش بها ديك تقطيعاتها الفوق نوصلوه ديك البلاسة الخضراء ونحبسوه ايه 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 وهنا يبعد ما وجدناه قطعناها كله فتنكونوا وجدنا واحد المال نديرو هكا ما بارد او تقدروا تطيبوه قبل نديرو في ذاك الدنجال دينا ونضيفو شوية دي الملحه الملحه فقط ما نضيفوش اضافة اخرى باش يعطينا يبقى لنا الدنجال فنبعد تنضيفوه شرموه فيها العناصر فيها توابيل هيا لان نكهو بها ان شاء الله وردوه يتسلق ونخليه بعد ما تتسلق نديرو فسطايا نخليه يتسقطر مزيان فضروري يتسقطر مزيان عاد نخدموه به وهنايا في هذا اللقطة فاسمحوا لي بزاف انايا ما تصورتش لي معرفش كي وقع لها في الفيديو فراتي وقعوا لينا بزاف هاد الحالة هادو تكون كنتي تتصور ومبعد تتلقها مراسك ما صورتيش تمشي لنا الفيديو اكاد تكون هادو تيكونوا اخطاء في المونتاج او في تصويره في اللوه الابده هنيا عندي التومى عندي كدلك الربيع عندي شوية ديالتحميره والكامون شوية ديالبزار ومليحه زيت زيتون من طبيعة الحال هاد العناصر كول هم تردو هم كم تتشوفوا فوق عفية مهيلة تتبانو لنا تتحرم زيان ونطفى وفا ما نطولوش فوق النار ما نخليوش هاد العناصر بزاف فوق النار لدرجة انه تبقى هاد الربع تبال لنخضر هاد اوادي الطريقة باش نعرفوه اننا ما طولناش فوق النار نسخنوه فاقت واحد شوية او يغلي معنا يطبخ واحد شوية فاقت ونهبطون فوق النار فرعي فاتلنا القياس هادك شرمولة في الطيب تتجي معره مع هادك طبزيرة كذلك هادك زيتم تبقى نهائي المدق دي الكامون هادك توما وربع تبان هذا هو السير باش ديكم شرمولة بنينا ضروري ما تخليوه كما قلت لكم طول فوق النار وهنية عمرو هادك الدنجال بعد ما تجدها يكون تسقطر ما تبقاش في هادك المدية السلق باش دينا شرمولة عاقدة كذلك هادك الدنجال نشرب هادك شرمولة ولا نقطة ماء كما ضروري اننا كما قلت لكم ما نطولوش هادك ما نخليوهاش مودة طويلة فوق النار هادك شرمولة هادك هادك الدنجال اللي تشوفوا معي في نهاية الفيديو تيجي واحد تنجال هائل جربوا بعينيكم غمضين تيجي ببنين بزاف ولو تكونوا ممشي من عشاق تنجال فرع كده يشبكم ان شاء الله بها طريقة وهنا يتنديروا هادك لاصوسها كتنزينوا بها كما تتشوفوا تجي واحد لاصوس هائلة هادك زيتون و هادك تومار ربيع و هادك التحمير اللي اعطتنا واحد الوينز وين و هادك المدق ديال تنجال اللي اسلقناه فقط بالملحة تيجي هكا بالمدق دياله طبيعي وضفنا له هادك التوابل تتشرب لنا بعدك التوابل والنتيجة هي هادك كما تتشوفوا تيجينا واحد تنجالين لا في المنظر ولا حتى في الماداق تنضمنوا لكم ان عندي شي حاجة اللي يزوينا كمقبيلات او كصلاة مرافقة المشويات الطويجنات شي حاجة اللي يزوينا بزاف فرع الاغلبية الناس ما تعجبوه مش تنجالوا ولكن تنجال بهذا الطرق لان شارك معاكم من بعد وفايت لي شاركت معاكم تنجال بعيدة طرق فرا تيجي بنين بزاف هنا ما تدخلنا شماطيشة كما تتشوفوا هاده وليه يخلينا ان شاء الله نحتفظوا به مدة طويلة في تلاجات يبقى حتى الأربعة الأيام خمسة ما تيخسر لهوال وتديروه في بواطاك بعد ما تيكون برد من طبيعة الحال تتقدم بارد او سخون ومن الاحسن بارد تيجي واحد الاقتراح هائلة كما تتشوفوا معايا تنجال طيب واخت تحقم طياب كذلك تتشرموا لها كذلك تتشرموا لها كذلك تتشرموا لها كذلك تتشرموا لها وضروري وما تبخلوش علينا بتعليق الزمان إلا جربتوا عجبكم كذلك لايك واشتراك للقناة فضلا منكم الانصة أمرا تنتمنى الفيديو يدينا يلقاكم في أتم الصحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا